اهلا بكم احباء الكرام في الحلقتين السابقتين تحدث عن نظرية الدكتور جيوم دي من جامعة بروكسل حول تكوين طبقات النص القرآني وان تأليف وجامع القرآن مر على الاقل من ثلاث مراحل مهمة المرحلة الاولى تدوين النص المؤسس ويعتبر نصا مشحونا بالروحانيات والمعرفة اللاهوتية ثم تضاف عليه تفسيرات والشهادات الشخصية في بعض الاحيان تسيء فهم النص المؤسس كالمثال الموجود في صورة الرحمن كما رأينا عن ميزان الكوسميك الذي يفرق بعدل بين مياه السماوات ومياه الارض ولا دخل لميزان التجاري والمكيال في موضوع خلق السماوات والارض وفي المرحلة الاخيرة مرحلة جمع القرآن اخترت النص الاصلي بالتفسير واصبح عندنا نص قانوني هو النص الذي بين ايدينا بقراءات مختلفة في بعض التعليقات على ما اقدمه من مادة لاحظت الاستياء من تقديم نظريات واطروحات علمي عديدة لباحثين غربيين مستشرقين معظمهم ينتمون للمدرسة الالمانية وبالخصوص سلامدة تيودور نولديكا هذه العقلية ترفض كل الدراسات والنظريات العلمية التي تتوخى الحضر وعدم التأثر بالعقيدة وإدخال الدات في البحث بالدعاء أنها أبحاث تشراقية الهدف منها تضليل المسلم وتشكيكه في عقيدته في المقابل تؤمن هذه العقلية بامتلاكها الحقيقة المطلقة وأنها دائما على صواب دون أن تدرك أن أدمغتنا تحتاج لمعلومات وأبحاث ودراسات علمية حديثة تجعلها تفكر وتحلل المعطيات الجديدة والقديمة معا من أجل أن تصلح مفاهيم خاطئة كانت منتشرة على نطاق واسع عبر الزمكان والاكتفاء بها والانغلاق عليها فيحرمون أنفسهم من تجديد واستمرارية الفكر الحي الذي يتطور بحسب المستجدات العلمية فكل فكر جامد لا يتطور فهو فكر ميت متحجر التمسك به كتمسك الوتني بعبادة الأوتان بدريعة هذا ما وجد عليه آباؤنا وأجدادنا دون فهم لروح الآية في صورة البقرة 170 والمائدة 104 ولقمان 21 وغيرها من الآيات التي تدعو للتفكير فيما يقدمه الآباء والأجداد من فكر وعقيدة والدين مرة أخرى أنا لا أدعي امتلاك حقيقة مطلقة كما يتوهم امتلاكها بعض العقول التي لا تقبل الاختلاف وتطور قد يقول قائل نعم هناك تطور في الفكر الإسلامي يناقش المستجدات العلمية وعلى رأسها الاكتشافات العلمية الحديثة الموجودة في القرآن والحديث منذ أكثر من 14 القرن ويقصد طبيعة الحال الإعجاز العلمي في القرآن والحديث رغم أننا قدمنا العديد من الدراسات التي تفند وتهدم هذا الدعاء لأن أصحاب أصحابها ينطلقون من نتيجة للوصول إلى كلمة أو عبارة موجودة في القرآن أو السنة بعيدة عن المفهوم الفيلولوجي وحتى التفسير التقليدي عند الفقهاء قبل عصر الاكتشافات هناك من المعلقين من يطالب بتقديم سردية موازية للسردية الإسلامية المعروفة وتقديم سيناريو مضبوط يقف على أرضية صلبة علمية وكأن الموضوع حسم فيه تماماً وما نحتاج سوى التعرف عليه والإطمئنان له وقد قلت فيما مضى أن الموضوع ليس بالسهل لوجود تقب أسود في البدايات الأولى للتاريخ المبكر للإسلام بسبب حرق الكثير من الكتب وتدميرها لتغيير هذا التاريخ المجهول وما حرق مصاحف كبار صحابة كعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وغيرها من المصاحف بحسب الرواية الإسلامية نفسها إلا دليلاً على حرق كتب ومخطوطات دونت في الفترة الأولى للإسلام من أجل مصلحة الحكام الجدد وكسب شرعية دينية تساعدهم على التحكم في رقاب الرعية في عصرنا الحالي نرى بوضوح تغييرات جدرية تحصل في التشريع والعقيدة أمام أعيننا فما بلكم بما حصل في العصور الغابرة بقوة السلطة السيف والدينار انظر للتغيير الذي يقع في المجتمع السعودي من التشدد إلى الانفتاح عكس بعض الدول التي تسير من التفتح إلى التشدد تحدثت كثيراً عن مكة وعدم وجود أدلة علمية أركيولوجية تؤكد وجودها قبل الإسلام ومن خلال المعطيات القليلة التي تعود لتلك الفترة يمكن التساؤل أين ولد الرسول محمد إذا كان شخصية تاريخية حقيقية ذكرته حتى المراجع الأجنبية وإلى أين هاجر مع بعض أتباعه ماذا وقع بحسب ما توصلت له الأبحاث العلمية القليلة التي بين أيدينا الآن نحاول جواب عن هذه الأسئلة دون أن ندعي امتلاك الحقيقة المطلقة نبدأ بالنص القرآني ماذا قال عن مكة كلمة مكة جاءت يتيمة ووحيدة في القرآن وذلك في صورة الفتح الآياء 24 وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أدفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا مجمل التفسيرات تقول إن هذه الآية تتحدث عن صلح الحديبية بين المسلمين بقيادة الرسول وأهل قريش لترك المسلمين القيامة بالحج للحرم المكي وسياق الحديث يشير لاستعداد معركة بين فريقين فريق المخاطب عنكم وفريق معادي لهم دون تفاصيل تذكر كعادة النص القرآني لترك المجال مفتوح للتأويل وحتى للتغيير للأسف إذا كان الموضوع كما تقول السيرة يتحدث عن صلح الحديبية فالحديبية بعيدة عن مكة وليست ببطنها تبعد عنها بأكثر من عشرين كيلومتر وبالتالي تترك الباحث في حيرة والصورة كما يقول الفقهاء تتحدث عن فتح مكة ومكة ليست إلى اليوم ذات شأن تاريخي كاروما وقرطاج ودمشق والإسكندرية وغيرها من المدن المعروفة تاريخيا وبالتالي ففتح قرية غير معروفة في التاريخ ليس لها أي قيمة أمام فتح إحدى العواصم العالمية في التاريخ هذا لو أهمنا التفسير الفيلولوجي لكلمة مكة بمعنى صدام من معكة كما ذكر الدكتور كريستوف ليكسنبرغ وهذا يتماشى تماما مع سياق النص ففتح القدس وهزيمة الجيش البيزنطي سنة 634 ميلادية هو الفتح الحقيقي الذي غير مجرى التاريخ برمته فحرب طاحنة حصلت بين الفرس والبيزنطيين بين سنة 614 إلى 628 كلها لم تكن لها قيمة أمام انتصار العرب السرسين على البيزنطيين واستلائهم على أقدس مكان حسب اليهود والمسيحيين وهي بيث همقداش أو أرشاليم القدس وليس مكة يا جماعة الخير التي لم يذكرها بالإسم أي رحالة في التاريخ في التاريخ ولا عقود ولا معاهدات قبل القرن الثامن الميلادي نكمل الموضوع عن مكة وننتقل لكلمة بكة في القرآن في الآية التسعين من سورة العمران في الحلقة القادمة فكونوا معنا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر